قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعمل فائدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سيد وأهلا بكم معايا في فيديو جيد والفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل مقرنة ما بين جوجل جيميناي وشايد جي بي تي بمعنى انا دلوقتي رفعت الفيديو على يوتيوب ويمحتاج لعنوان ووصف واشتاجات دي الفيديو فهنسأل شات جي بي تي وهنسأل جوجل جيميناي نفس السؤال وهنشوف انهي واحد فيهم اللي بيقدم الاداء اللي انا عاوزه عشان اطلع فيديو بجودة كويسة او بفيديو بعنوان وصف واشتاجات حيث ان هو يشد انتباه الناس اللي بتفرج على الفيديو ده او الناس اللي تشوف العنوان الجذاب للفيديو يبدأوا ان هم يدخلوا على الفيديو ويبدأوا يشاهدوا الفيديو بتاعي على قناتي على اليوتيوب طيب هنروح الاول نبدأ بشايد جي بي تي وهي هنيجي بعد طبع ما بنعمل تسجيل دخول بحسابنا على الجيميل بنيجي هنا عندي المربع بتاع البحس ده وبنقول له احتاج الى وصف وهاشتاج لفيديو خاص به لقناتي على اليوتيوب بعنوان حل مشكلة ظهور برنامج انترنت تولود مانجر في متصفح جوجل كروب وهندوس على انتر عشان نشوف اجابة شاد جي بي تي هتكون عاملة ازاي زي ما احنا شايفين هنا بيبدأ ان هو يجاوب على السؤال بتاعي وده كان اه عنوان بتاعي العنوان بيكون بعنوان حل مشكلة عدم ظهور برنامج انترنت لوملود مانجر في متصفح جوجل كروب طيب تعال الوصف الوصف هنا بيقول ان في زي في هذا الفيديو ساشرح كيفية حل مشكلة عدم ظهور برنامج اي دي ام هو كويس ان اختصروا اللي اختصروا لي هنا في متصفح جوجل كروم بطريقة سهلة وسريعة اه ازا ازا كنت تواجه مشكلة في عدم تكامل اللي هو اختصار مع متصفحك فهذا الفيديو سيساعدك على حل المشكلة بخطوات بسيطة وجمال بيقول لي عشان انا زكرت له كلمة ان دي قناة على اليوتيوب فهنا بيقول لي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد انا بيقول لي خطوات حل المشكلة يعني ممكن احط الحاجات دي في برضو سندوق الوصف احط خطوات حل المشكلة وتحديد سلا اي دي ام جوجل كروم بحط الكلام ده في مربع الوصف بتاع الفيديو ده طبعا بيساعد الناس اللي هي بتبحث عن المشكلة دي ان الفيديو ده يظهر لها في مربع البحث على جوجل طيب نيجي العشتاجات انا شايف ان العشتاجات دي كويسة الى حد مايه طيب خلاص كده ده كان الاجابة بتاعت سؤال شاد جي بي دي ده تعال نروح لجوجل جيميناي ونسأل نفس السؤال ونشوف جوجل جيميناي هيرد علي ازاي كتبت السؤال في مربع الحواري طبعا بعد ما عملت تسجيل دخول بحساب الجيميال هضغط على انتر عشان اشوف الفرق ما بين جوجل جيميناي وشاد جي بي دي في آآ العنوان والوصف ولهاشتاجة طيب هنا العنوان بيقول لي آآ بتاع الجوجل جيميناي بيقول لي ودعا لمشكلة اختفاء او اي دي ام من كروم حل سريع وكذاب هنا ما قال ليش جوجل كروم انا كنت محتاج هنا جوجل كروم وكمان كنت محتاج آآ كلمة انترنت تولود ماجر مش اختصار ليها تمام طيب تعال نروح للوصف هنا بيقول لي هل تواجه المشكلة في عدم ظهور ايكونة برنامج انترنت تولود ماجر هنا ذكر لي البرنامج بالكامل في متصفح جوجل كروم لا داعي للقلق في هذا الفيديو سأقدم لكم حلا آآ حلا سهلا وسريعا لهذه المشكلة المزعجة آآ مع هذا الحل ستتمكن من او ستتمكن من تحميل الملفات بسرعة فائقة باستخدام الاي دي ام على كروم الاستفادة من جميع مميزات الاي دي ام الرائع التخلص من مشكلات التحميل المتكررة تعال نشوف الهاشتاج الهاشتاج اعتقد نفس او قريب من الهاشتاج بتاع جوجل آآ او آآ شات جي بي تي طيب انا بقى شايف ان شات جي بي تي العنوان افضل والوصف افضل اما الهاشتاجات هي قريبة من بعض فهنا ان شات جي بي تي بالنسبة لي انا هيكون استخدام ان شاء الله في الفترة الجاية انا هستخدم شات جي بي تي اكتر من جوجل جي بي تي و لكن انت ممكن تستخدم الاتنين مع بعض بمعنى تسأل جي بي تي السؤال وتروح لجوجل جيمينايت تسأل نفس السؤال والحاجة اللي تأجبك او الحاجة اللي انت شايفها مناسبة لك للفيديو بتاعك تبدأ انك تستردمها في العنوان والوصف والهاشتاج بتاع الفيديو بتاعك وان شاء الله ربنا يوفقك والفيديو بتاعك يطلع والناس تبدأ تشوفه سواء كان بقى على بيسبوك او على اه جوجل او على اليوتيوب او اي منصة اقنية على مواقع السوشيات وبس كده عرفنا وبعض ايه الفرق ما بين شات جي بي تي وجوجل جيميناي وعملنا مقارنة ما بين شات جي بي تي وجوجل جيميناي وشوفنا الافضل فيهم وبتماني رضيت عن النهاردة يكون اعرفكم ياريت من نسوش تعملوا للاقي الفيديو وتعملوا اشراف القناة ولو اي حد عنده اي سؤال ما كان هيسيقوا في الكمنتات وان شاء الله اردت على او اي سؤال ما بين شات جي بي تي ولا جوجل جيمينايك تقول في البحث تحت لما تستردامو الاتنين او افضل بالنسبة لكم وكان معكم محمد سعيد واشوفكم في فيديو بديو دي قناة اي تيك دليلك بكل ما يتعلق بالتقنية لا تكن ضيفا على القناة كن جزءا من العائلة اضغط على زر الاشتراك وشارك الفيديو لتعم الفائدة موسيقى